سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي النهاردة سلام على كل بلدنا وبيوتنا ومجتمعتنا سلام ملك السلام يسوع المسيح ينقي قلوبنا علشان نسمع صوت الحق الناطق بمحبة الرب الشخصية جدا لكل واحدة وواحد منكم ربنا بصلي النهاردة وإحنا بنتكلم ونرفع القناع عن شر كبير يعده عدو الخير علشان يقتنس بيه نفوس المحتاجين إليك بصلي إنك ترد هذا الشر عن قلوب أبنائك وتعطي أصوات الحق أو تعال يا رب أصوات الحق والمحبة والسلام علشان النهاردة يكون يوم شهادة ليك وإعلان لمجدك وباب خلاص وتوبة مفتوح للجميع في اسم يسوع المسيح وصلي أمين مشاهدين حلقة النهاردة هتكون بعنوان التحريد فريدة إسلامية إيه معنى التحريد أنا عارفة أن العنوان ممكن يكون يعني التحريد فريدة إسلامية ما سمعناش ده قبل كده لكن عشناه لكن شوفناه بيحصل على مر التاريخ من بداية الإسلام لليوم وحنعرف إزاي النهاردة إيه معنى التحريد؟ يعني إيه أنت ما تحرط حد على حاجة يعني إيه؟ التحريد معناه الحث على شيء أو الحظ عليه فأنت ممكن تحرط حد أنه يعني مثلاً يعمل عمل هو مش شايف أنه لازم يقوم به أو أهمله فتقوله لا دي حاجة مهم أنك تروح تسأل على أهلك مثلاً فده يبقى اسمه تشجيع وباللغة العربية ممكن تقول عليه تحريد على عمل لكن عادة من بنلاقي حطة التحريد دي متخدأ أو كلمة التحريد دي يعني بتطفي شكل أقرب إلى أنه العمل ده لازم تعمله يعني لو ما عملتوش هيكون فيه أزير فكلمة تحريد أنك تحث حد على حاجة أو تحده أو تحده على أنه يعمل شيء هو يمكن كسلان يعمله أو ما هوش متشجع يعمله أو مش شايف أهميته لكن مثلاً هتلاقي أنه في القانون كلمة تحريد بتتاخد على أنها ممكن تكون عامل في الجريمة أما شخص يحرد حد على أنه يعمل جريمة فقيتل حد يسرع حد فيحرده على أنه يكره حد فيوصل هذه الكراهية إلى القتل مثلاً فيعني كلمة تحريد دي لازم ننتبه لها جداً أما حد يقول لك أنت لازم تاخد حقك من حد ولازم تشتغل أو مثلاً من ناحية تانية مثلاً لما حد الحامة تقول لابنها لازم تتجوز عليها تتجوز على مراتك عشان ده حقك زي مشيوخ الإسلام شفنا أنه هم بيحردوا الرجال على أنهم يتجوزوا ما شفنا ابن الحويني بيقول لا ده من حقك تتجوز تتجوزش ليه مراتك حلوة وزي الفل بس تتجوز برضو عشان ده حقك المسلم يرى أن له حق مكتسب بفرد من الله لي وإفراد من الله لي وأنه هذا الحق يجب أنه يقتنسه وعشان يقتنسه لازم يحرد الناس على القتال الإرهاب الوقوف أو مثلاً أخذ مواقف متشددة من الغير زي المسيحيين واليهود وعكذا علشان تبقى محرد لازم يكون ليك أدوات صوت قاعدة تنطلق منها منطق أدوات للتأثير على الناس اللي أنت بتحردهم علشان يقوموا بالعمل اللي أنت عايزهم يعملوه غالباً المحرد له مصلحة ولو قاعدة بيبدأ منها أنا بقول كلام عام لكن لما نطبق الكلام ده على اللي حنشوفه النهاردة من الأعمال والتحريد على الإرهاب اللي حنشوفه النهاردة حنلاقي أنه المحرد الأساسي موجود في القرآن هذا الإله إله الشر وأنه المحرد اللي موجود على الأرض النهاردة ده له مصلحة وإنتم الناس اللي مش فاهمة الأدوات علشان توصل المصلحة لهذا المحرد ولإله دي نقطة مهمة لازم ننتبه لها المحرد من مصلحته يحردك علشان تعمل العمل اللي هو عايزه في العديد من الآيات في القرآن اللي بتحرد وتأمر بالتحريد على أمور كثيرة مرعبة خلينا نشوف الصورة الأولانية هنا ودي الآية اللي بتقولي أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون والآية دي هي الأساس عندما يقول الله للنبي اللي هو اتباعه سنة واتباعه لازم وتقليده لازم يقوله حرد المؤمنين على القتال هو هتسكت حرد حرد اللي قاعد متقاعز ده هيجيله زند فلازم التحريد مش بس على إنك تعمل عمل صالح ولا مثلا حرد الناس إنهم يتكلموا عن محاسن الإسلام مش ده الأساس الأساس أن تحرد على القتال من أجل هذا الإله حرد المؤمنين على القتال أما الفرد بقى هو يعني إيجاب الشيء أو تقديره على البشر زي مثلا ما ورد في سورة النور يعني ما يقول كده سورة أنزلناها وفرضناها يعني مفروض أو واجب عليك اتباعها زي ما هي اللي بيتقال فيها فرد هذه سورة أنزلناها وفرضناها هل عندما يقول الله في أو إله الإسلام في السورة القبل كده يقوله يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال هو فرض أداله أمر خلينا نمثل ونربط السورتين ببعض ما تكون في الشغل مثلا وفي موقع بناء والقانون وصاحب العمل بيقولك أنه لازم تلبس خوزة في الشغل مثلا إذا ملبستش الخوزة دي تعاقب إذن ده فرض فرض عليك ما تقدرش تتخلى عنه ما تقدرش تطلع عنه علشان كده لازم ناخد بالنا أن الألفاظ القرآنية وأثارها لها أثر كبير على أتباع محمد على أتباع هذا الدين وأنا بكلم الناس اللي بيسمعوني النهاردة من إخواتي المسلمين أنا كمسلمة سقا أي حاجة أسمعها الرسول قالها كان لازم أعملها لكن لم أكن أفهم في هذا الوقت أن أنا مفروض علي أن أخرج أقاتل الناس ويعني حتى يكون يعني كل شيء لهذا الإله ولما فهمت لم أقبل لأنه غير إنساني ولا يمكن يكون الله بيطلب مني أن يقوم بالأعمال دي أتباع هذا الدين وأتباع هذا الرسول في منهم الفاهم وفي منهم اللي مش مهتم لكن الأخطر إنه في من يقاد إلى العمل ويقوم به ويؤدي بتحريض الفاهمين والشخص اللي بيقاد ده أعمى أعمى عن المصير اللي هو بيسير إليه هنشوف يعني في الصورة اللي قدامنا ريت تحط الصورة اللي قبل كده اللي هي حرد المؤمنين على القتال شايفين في الآخر تحت كده يمكن الصورة عليها شايف في هاشتاج اسمه واصلوا تحريضكم منذ ظهور هذا الهاشتاج وهو بينتشر بسرعة كبيرة جدا وبتنتج عنه تفاعلات كبيرة من الناس تفاعلات أخرى بقى هو كفاية يعني الهاشتاج لوحده بيحس الناس على التحريض والتحريض ايه بقى انت بتحرض ايه ما تشوف على ايه المصادر الناس اللي حطت الهاشتاج ده ارهابيين دواعش اخوان سلفيين من الناس يعني ايديهم في دماء الناس المغردين دول اللي انا بتكلم عنهم مش غور يعني مش ناس غرب عننا دول ناس موجودين جوه بلادنا ومنها وفيها يعني تربوا جواها وليهم صوت وتأثير من زمن بعيد جدا وعندهم اجندة محددة عندما يخرج هاشتاج بالشكل ده يقول واصلوا تحريضكم انت عايز عايزهم يحردوا على ايه انقلاب مثلا ولا التحريض ده كان ادواته ايه في ايه انت تقاتل الناس بكل اداة هذا التحريض يعني ان يقاتل المسلم الاخوه المسلم وحنشوف ازاي يعني ان يقاتل المسلم الزمي من وجهة نظرهم اهل بلده المسيحيين بقى يهود لدينيين اي حد مش بس كده يقاتل الدولة يقاتل القانون يقاتل الديمقراطية يقاتل العلمانية يقاتل اي قانون يخرج عن قوانين الشريعة الاسلامية هاشتاج عريض ويجي من تحته حاجات مرعبة جدا النهاردة مع انتشار السوشال ميديا والاعلام المفتوح اصبحت الخطورة اكبر كتير جدا فاكرين واحد اسمه لا انتوا عارفين طبعا محمد نصار ده معروف محمد نصار ومعتز مطر مش من مصر دول من مصر بيعملوا ايه يطلعوا على البرامج بتاعتهم ولا اليوتوب ولا كل ادوات السوشال ميديا اللي في ايديهم وبصوا بقى على تعليقات الناس بصوا على الارقام بتاعت الناس اللي بتتفرج عليهم لهم تأثير وهذا التأثير موجود في وسط مجتمعتنا طب احنا هنعمل ايه ما حد بيسمعني كده طب انتوا هتعملوا ايه احنا بنعمل اهو احنا لينا صوت اهو احنا بنكلم العقول والقلوب المفتوحة انها تعرف طريق الله الحقيقي والمفتوحة انها تعرف انه هناك اختيارات تغير حياتك بالكامل وتغير حياة الناس اللي حولك بالكامل اما الى طريق الحياة او الى طريق الموت محمد نصار معتز مطر كل الناس بتوع القناة اممكن اسمها قناة الشرق اعتقد القناة دي وغيرها من القنوات الاسلامية اللي موجودة دول محردين ليهم اجندة دول الطبق اللي فوق ومن يدبعهم هم الناس اللي بيمشوا من غير تفكير اللي مش فاهم قوي اللي مش عاره تأججت ولكن ما هوش عارف هو بيعمل كده ليه هو فاكر ان هو بيعمل كده للدين بيعمل كده لله لان الله طالب منه كده الله لا يمكن ان يطلب منك ان تضحي بنفسك من اجله لانه الاله الحقيقي بذل نفسه عنك وعايز يعطيك حياة مش ياخدها منك فالناس دي في منتهى الخطورة ويجب انهما يواجهوا بس هيواجهوا من مين مش من دول ولكن انا بقول انهم سيواجهوا من المفكرين من المدارسين من الاسدزة والمعلمين من العامة المطلعين المثقفين من يعرفون الحق والحق حرارهم صوتك وصوتك يقدر يقول للناس دي انتو مش صح انتو بتقدموا ضرر روحي وضرر اجتماعي وتضليل حقيق فكرين ياسر العمدة اللي كان عمل في وقت الثورة هاشتاج كده ولا ويبسايت وسمى ثورة الغلابة واللهم ثورة وكان بيحرد على ايه بيحرد على الشرطة والجيش وقتل الناس قد ايه ناس سامعوا قد ايه ناس طلعوا ونفذوا الحاجات اللي كان بيعملها دي وفعلا حصل بيوريهم ازاي يقولهم يعني ازازة مولوتوف كده وتحدث على عربية الشرطة وانت ماشي والكلام ده كل مش في ناس كتير ماتوا وتأثروا بالكلام ده العامة اللي كانوا موجودين في الشوارع ده الناس العامة اللي كانوا موجودين في الشوارع دول ما يعرفش يكمل صورة الفتحة يعني هو ممكن يبقى آخر وقوله والله واحد او يعوز عليك وانت ماشي او يحسب عليك وانت ماشي لكن ممكن ما يكونش يعرف ايتين ثلاثة في القرآن لكن العارفين والفاهمين كانوا بيقودوا المشاعر تأجيج المشاعر التحريد على الكراهية تحريد على التفرقة للغير لماذا يقف المسلم في ناحية ويرى ان الجميع مختلف عنه انتم الاعلوم لو انت وانت بتفكروا كده وانت بتسمعوني النهاردة ان انت احسن من كل اللي حواليكم انت قريدي تبرمكتو ولازم يحصل توبة ولازم يحصل سؤال حقيقي جوان نفس ايه اللي يخليك احسن الاسم الدين اللي يفضل على دماغك بتقول انك مسلم ام قلبك واعمالك وافكارك ومدى استخدامك لخدمة المجتمع والناس سؤال الناس دي اللي بيحردوا على قتال الناس اللي بيحردوا على الارهاب اللي بيحردوا على التفرقة ده كله مأخوذ من مفهوم قتال الكافرين والمنافقين كما فعل محمد عندما امر ربه وفرض عليه هذا التحريد على القتال هم كمان بيعملوا كده فمفروض على المسلم اتباع سنة نبيه وأمره وإلهه إذن التحريد فرض على كل مسلم للأسف لأنه قلب هذا الإله أنا مش بتكلم عن عمة المسلمين هنا بقولها تاني أنا بكلمك وبكلمك عشان تبقوا فهمين يا ما ببص للشاشة أنا ببقى عارفة إني بكلم شخص معين إنسان أو إنسانة معينة النهاردة ربنا عايز يلمس ألبها فأنا بقولك لو أنت أو أنت بتستقبلوا الفكر ده أقف قدام ربنا وقول له ربك شيف لي أنا تبعت الطريق الصح ولا الطريق الغلط لأن لأن الكلام بالنسبة لي أنا مش بروباجندا أنا مش بعمل برنامج وخلاص أنا بقول حقيقة إن قبلت إنك تفكر فيها وتاخد قرار تغير حياتك خالص خالص من إنسان مليء بالشر إلى إنسان مليء بالمحبة للغير أيوم أفضل إن يكون قلبك مليان بالغيز والغل والقراهية لغيرك والإحساس بإنك أحسن وأعلى وأكبر وأقدر وأحق ولا إن يكون قلبك مليان بالمحبة والسلام والتسامح والتصافي والغفران كلنا لما بنفكر كده كنا بنقول حتى يقدر يعيش كده آه فيه ناس بتقدر تعيش كده مع المسيح اللي بيعطيك هذا كله فأنا هرجع أقول أنا مش بتكلم بتكلم عن عامة المسلمين بل بتكلم عن أوامر الدين عشان ننتبه لإن ده بيخصك وبيخصك زي ما قلت كتاب المقدس بيعلمنا إننا نميز الأرواح الإنسان اللي بيكلمك بتخرج منه يا إما روح شر يا إما بتبقى عارف إنه جواه روح سلام أخوانكم المجاهدين فإن حرب الإعلام لا تقل دراوة عن الحرب في الأرض وأخص بالذكر هنا الفتوحات التي يسطرها الرجال هناك في البركة فأروى الله من أنفسكم خيرا واصلوا تحريدكم لحد دلوقت لحد دلوقت كله ماسك هاشتاج واصلوا تحريدكم ده وبيدوا أدوات بقى فيه المحرد اللي عمل الهاشتاج بيديك الأداة بيقولك النصرة الإعلامية التجهل السوشال ميديا يعني ده يعني أضعف الإيمان إنك تعمل كده لكن غرضه إنه في الآخر يجندك إنك تكون أداة موت مش أداة حياة سواء كان بإيدك بتقتل أو بكلمتك بتقتل أو بتحريدك بتقتل المحرد بيديك أدوات ويعني وهو نفسه كل اللي بيعمله إنه قاعد بيكتب كلمتين عشان يحرد الكثير من بساطاء العقول الفاضي يعمل قاضي ويشغل الناس وبعدين يلم هو خلينا نشوف السورة اللي بعد كده بيقولك أستبات أستبات إن النصر صبر ساعة يعني حب صغيرة كده والأمور كلها تيجي في صالحنا وبعدين يديهم برضو أداة شايف المحرد وأدوات المحرد يقولك لننصر أن هذا الدين بالقلم وباللسان وبالسنان خذوا حذراكم وأروا الله من أنفسكم خيرا الشيء العجيب إنه حتة أروا الله من أنفسكم خيرا دي بتتكرر كتير على فكرة في الظهر إنها يعني مقولة إسلامية عويصة قديمة والحاجزة كده عندما يقلب الشيطان الشر ويسميه خير ويقلب الخير ويسميه ضعف عندما نسامح فنحن ضعفة ولكن عندما نحقد ونضع ونشير بالأصابع إلى الناس أو نمسك السنج والصواتير والبنادق وكده هو ده الخير الإسلامي هو عايز يرى هلاك هؤلاء ليعلو هؤلاء مش ممكن يكون هذا فكر إلى حقي بيقولك بأي طريقة قدي الأدوات اللي بديها طيب يا بلسانك يا أمة بإيدك هتكتب يا أمة بالخناجر كله فكرين الرجل اللي كانوا بيقولوا عليه رجل الشاطر اللي ظهر أيام الإخوان وكان بيحرد الناس على الإرهاب صراحة عايزة أسمعك قال إيه في يعني تحت شعار الإرهاب فريضة والاغتيال سنة كلام مرعب خليني أقرى لكم بعض الحاجات اللي قالها كان اسمه أحمد المغير بيقول كده التحريد على العنف والقتل وقال إن الإرهاب فريضة بيقول أحمد المغير بيقوله إن هو بيحرد على العنف والقتل وقال إن الإرهاب فريضة والاغتيال سنة وأضاف المغير عبر صفحته بموقع فيسبوك ده كلامه هو لما عدوك يشهد لك إنك مش إرهابي رغم إن دينك فيه الآية دي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيك ترهبون بها عدو الله وعدوكم فده شيء يدعوك للحزن والرثاء وإنك تراجع نفسك وتشوف ليه ما نفستش أوامر ربك كما هي دون زيادة أو نقصان ولا يمكن خبر زي ده يكون مدعاء فرح واستئناس لا يمكن إنه خبر زي ده يكون مدعاء فرح واستئناس إلا عندما انتشوهت فطرته وانحرف منهجه عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع عدوك عنك عار من الشرف وقعد بقى يهاجموا كده ينو المقولات اللي ممكن نحطها تحت أحمد المغير كلها الحقيقة مقولات مرعبة مشينة إرهابية بحتة واستنادوا على آية واعدوا لهم ما استطعتهم من قوة بيقولك انت عايزت تنصل إنك إرهابي ده بيقوله كل المسلمين انت إرهابي بالفطرة لأن الله عملك كده أنا بقولك تنصل من هذه التهمة الشنيعة لأنها تهمة تميت قلبك وتميت روحك وتقذب بيك في التهلك إلى ما لا نهاية ستمحوا من التاريخ إذا أصريتم على إنكم تكونوا إرهابيين بالفطرة حسب ما تقول للآية أو محردين بالفطرة على سنة الله ورسوله اختيارك إيه اختيارك إيه الإرهاب فريضة والاغتيال سنة أوه صحي كده كام سري أن أرسلها محمد ليغتال منهجوه أو خلفوه أو 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 قولنا الكلام ده كتير النهاردة المسلمين عارفين الكلام ده ما تتحكش وما تتحكش على نفسك ده منطق مرعب يحول مجتمعكم إلى مجتمع دواعش وإحنا عندنا دلوقتي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الدواعش تحت الغطا موجودين في كل حتة عليك أنك تقاوم الفكر ده بس تبتدي بنفسك من قلبك من جيل محمد للنهاردة أجيال بتسلم أجيال هذا الفكر وبيستنوا الفرصة المناسبة للخروج والتاريخ يقرر نفسه يبقى فيه جيل مكي واللي بعده يجي مدني أنا يعني شايفها كده دي صورة أنا شايفها زي ما كان محمد قاعد هادي ولطيف ويقولك أنا بيدعو إلى سبيل ربه بالموعزة الحسنة وبعدين بعد كده يروح أول ما يطلع للمدينة تظهر السيوف يظهر الغدر يبتدي الناس اللي أهله يبقى اسمهم المنافقين والكافرين وال وأعداء الله هنا التاريخ بيتكرر برضو وبنشوف إن دا بيحصل مرارا وتكرارا يطلعوا لهم بهجة شوية زي الإخوان يطلعوا كده وبعدين الناس تكتشفهم والحكومة تقمعهم فيناموا ويرجعوا تاني من مكة إلى المدينة دول واخدينها بقى إيه يعني كعب داير خلينا نشوف اللي بعد كده في الصورة دي بعد ما ابتدوا الهاشتاج بتاع واصل وتحريضكم ده بعد كده ابتدوا هاشتاج تاني ويقولك إيه غردوا عبر تويتر تحت وسم جيل التمكين بوضع صورة عجباتكم من الإصدار وتعلقوا عليها بأسلوبكم وبرده أروا الله من أنفسكم خيرا يعني لازم يعني يختملنا بيها كأن اللي انتو بتعملوه ده كويس قوي وربنا راضي عنكم اكي اللي حركز عليه النهاردة أكتر هو جيل التمكين بقى لأن جيل التمكين ده اللي هم طالعين به خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده دي الصورة اللي هم عاملينها لجيل التمكين في الفيديو اللي هناخد منه مقاطع النهاردة طبعا المصدر يعني مصدر المحردين الحقيقيين بقى اللي عاملين الفيديو ده اللي بيصنعوا هذا الجيل اللي بيشكلوا هذا الجيل والجيل ده هو الجيل اللي بيتلقى وبيشبع بالأفكار دي ده الإعداد الإعلامي بقى الصورة الحلوة والألوان والإنتاج الفني والكلام ده كله نشوف الصورة اللي بعد كده بيقول بقى ايه بيتكلم عن قال الرسول الله علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل وحطتها تحت واصلوا تحريدكم ده التركيز هنا أنه أنا تعلمت من الرسول أنه الأولاد لازم يعدوا للحرب سباحة رماية ركوب الخيل إذا كان ده يعني هي دي الرياضات ولكن هي أيضا الإعداد للحرب بنشوف اللي بعد كده الشخص ده التويتا دي فيها فيديو الحقيقة الشخص لطيف كده وقعد مرتاح قوي وهو بيقول لك إحنا الحقيقة يعني بما معناه يعني إنه إحنا بنعد الطريق مش إحنا جيل التمكين مش إحنا إحنا بنشقى ونتعب يعني عايز يقولك إحنا بنشقى ونتعب عشان نحضر الأرض للي جايين الجيل اللي جاي نحن جيل التمهيد لجيل التمكين وما زال أمامنا الكثير ولا مجال لليأس ولطيف وقعد يعني مبسوط كده ويعني تحس إنه نفسه هادية يعني لكن إيه اللي هيحصل بعد كده أنا سوري ما سمعتش طيب جيل التمهيد وجيل التمكين وحلينا نرجع لسورة النور وعايز أقرلكم من سورة النور الآية اللي بتتكلم على الفرد في أمر الله في مسألة الخلافة وتمكين الأمة الإسلامية تحريد بجدارة يعني فريدة جدا في سورة النور في الآية اللي بتقول كده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاصقون التمكين وليمكننهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ويبدد خوفهم بأمن المسلمين النهاردة منتظرين التمكين التمكين يعني إيه إنه هم يتمكنوا من قيادة العالم وكل أمة وكل بلد وكل حاجة إنه تكون لهم الخلافة على الأرض وبعدين يقول لك يبدل خوفهم هو مين اللي خايف أنا عايز سأل سؤال اللي خايف ماسك السيف والبندقية ولا اللي بيبقى خايف اللي حياته متهددة بده فأنا مش عارفة يعني إيه الخوف اللي عايشينه المسلمين عشان كده عايزين يمكنوا نفسهم ويمكنهم الله من يعني هذا الوعد بالخلافة فهنا إحنا بننتقل بقى لتمهيد جيل جديد من الأطفال الأطفال والشباب إنهم يكونوا هم القيادة الجديدة تحريد من الصور القرآنية بجدارة فريدة إسلامية التحريد بجدارة فريدة إسلامية خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده فيه إعداد لجيل التمكين تفضلوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم وكلون نتوبة وزوجنا الكدوبة منهج الخلافة أنية تتربة مجالي ستاسو جاكس كباب زنب آئيك تسنو آبا ويصي أمف آبا سنو فوق الجنة فاصصا أزابا الإعداد للجيوش اللي انتو المفروض يعني هو دجش صغير أو يعني يعني هم كم حد بس هم فاكرين هم بقى إيه ده الجيش لكن ده مقطع من من كامب أو يعني معسكر معسكر واحد يعني معسكر تدريبي لهؤلاء الأطفال انتو شايفين دول أطفال دولة تسمعوا أصواتهم وبداية الفيديو بتوريك أنه ده الوعد بالاستخلاف على الأرض عن طريق الصور القرآنية وبعدين يقول لهم أنتم بقى جيل التمئين وعد الله الذين أمانوا منكم مش كده خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده نشوف بيعدوهم إزاي بقى بيعدو هؤلاء الأطفال إزاي قبله الرسل أفإن مات ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر يديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان عش بها ما دمت حيا بارتياح يا جناني يديارا ساد فيها حكم ربي بالسنان عش بها ما دمت حيا بارتياح يا جناني شايفين طريقة الإعداد للأطفال دول والشباب دول أولا كله لابس لبس موحد الآيات المقروعة في الصلاة بتحذر من الإنقلاب على الأعقاب يعني أنت إوعى ترجع في كلامك لأن بقى إيه عذاب أليم وليك عقابه وفي حد على دا وكل دا كلهم شكل واحد وكلهم أطفال كلهم شباب صغير وأطفال أطفال بيكلوا في نفس الإطباء الألوان نفسها واحد الصنادل اللي لابسينها الساعات اللي لابسينها كل حاجة موحدة علشان إيه؟ علشان دا نوع من أنواع الإذابة في مجتمع واحد لهدف واحد ومن محرد واحد يستخدمه بهذا الشكل كما أن يعني التحريد يأتي من فكر هذا الإله فهي نفس الحكاية التحريد اللي قاتي لهم من قيادات الأطفال دول عايزين يسيحوهم كلهم على بعض محدش يبقى له إرادة أو فكر شخصي فمسألة برمجة الفكر سهلة يبقى سهل قيادته نشوف الفيديو اللي بعد كده من أصناف تواغيت في هذا العسر الذي يجب الكفران به والإيمان بالله عز وجل المجالس النيابية والبرلمانية ومهمة جنود الخلافة أن يجاهدوا جنود فاغوط الديمقراطية سواء كانوا من صليبيين أو من عملائهم الديمقراطيين المرتدين ويزيلوا شرك الأوثان والقبور ويهدموا قوانين القسور طبعا الناس دي مغطينوا الشوم بالشكل ده علشان الفيديوهات اللي بيعملوها عشان ما يتعرفوش هما مين لكن بنشوف أن هما بيخرجوا من الصلاة للفطار لحصص للتعليم بيتعلموا الفكر هنا الأول بيتعلموا الفكرة إزاي يحطوا فيهم من هم التواغيت طغوط الديمقراطية يعني حتى الكلمة بتركبش على بعض طغوط الديمقراطية الديمقراطية حرية اختيار فتبقى طغوط إزاي ولكنها هي فكرة مضادة للإسلام وطغوط الصليبية أين رأيتم أن المسيحيين بيحربوكو ولا بيقتلوكو هما اللي بيبقعدين في كنايسهم وانتوا اللي بتروحوا تقتلوه وبيسموا نفسهم جنود الخيافة الخلافة يعني جنود الخلافة يعني الخلافة دي منتشرة بقى وأجناد الأرض بقى والملاكة اللي هتنزل تحارب معاهم انتوا شوية شرازم من الناس عايشين في حالة هرب وخوف ورعب بتطلعوا بمنتهى الجبن تقتلوا في الناس وتعملوا تفجيرات يموت فيها الطفل والبريء والمحارب وغير المحارب دي اسمها قرصنة خلافة ايه؟ خلافة القرصنة ويقولك الديمقراطية والبرلمات بيعلموهم بقى بيحطوا في مقوم في المعسكرات دي انه القوانين الوضعية لا يمكن تكون هل لم نرى ايه اللي حصل في العراق وفي سوريا وفي كل مكان وضعت الداعش ايديها عليه عندما سقطت القوانين الوضعية كانت الرؤوس بتتضحرج في الشوارع وبيتلعب بها كورة وكانت النساء بتتنقل من بين من كل بينكم بيباعوا وبيشتروا طبعا دي حاجة تبسطكوا لكن انت نفسك بكرة انت تموت مراتك تتجوز واحد واثنين وتلاتة وتبقى الستة عندها عيل من ده وعيل من ده وعيل من ده بينقلوا ويباعوا ويشتروا زي البضاع فبتحربوا القوانين اللي بتحفظ حقوق الانسان فهم دول بينسالخوا بقى ده دول الناس دي بينسالخوا من كل الأفكار اللي ممكن تجعلهم أشخاص نافعين لمجتمعهم إلى أدوات تدمير المجتمع التغوط الديمقراطية قال ويقول لك يعني البردرميات الكافرة ويقول لك دورنا بقى قال دوركم انكم تهدموا هذه الأفكار والأبنية والمجتمع المتحدر وهكذا ظهر الإسلام واستمر على مدى العصور هو للهدم لأنه من أدوات الشيطان فيجب أن نغير ده ونرفضه ونعين الأطفال دول طبعا يعني المعسكرات للأسف مليانة المخيمات مليانة بأطفال زي دول دول بزور المعسكرات اللي بنشوفها النهاردة خلينا نشوف الفيديو اللي جاي نشوف نتائج هذا التدريب بيحصل إيه بقى هيحصل تدهير كبير أتينا أتينا سيونا الجنودة وضينا مضينا وفوذ الوحوذة هدمنا الحصونا غدمنا الحدودة ودمنا الملونة حقمنا البنودة مضى يا نحف القيودة نسوق الملايات نذك الحشودة نذك الحشودة طبعا أنا وقفت الفيديو ده قبل ما الطفل ده سمعتوا صوته قبل ما الطفل ده يفرغ بالبندقية الرشاشة الرصاص في الجندي ده ده جندي جندي عادي في الجيش لكن هو كافر بالنسبة لهم ومن التغو شوفوا بقى الصوت اللي انتوا سمعينه دلوقتي سمعينها الصوت الأطفال يعني حتى أصوتهم لسه ما دخلوش في مرحلة المراهقة بيؤدلجوا وبتنتهي حياتهم مستقبل الأطفال دول إيه؟ إرهابيين قاتل وسيقتل للأسف إزاي ده حيأثر على الأجيال القادمة؟ شايفين بشاعة المقطع؟ الولد ضربه رصاصة فوقع اتنين رصاصة اتنين ووقع وبعدين بعد ما وقع فضل يضرب فيه إزاي ده يحصل في طفل؟ إزاي؟ التحريد وقول أن كل مسلم إرهابي اللي بيقول لك كده واحد منهم إذا ما كنتش إرهابي ما تبقاش مسلم إن لم تقف في صفوف هؤلاء ما تبقاش مسلم وحنسمع من الشيوخ اللي بيقولوا لك كده دول مش دول المتطرفين التعليم هو المتطرف خلينا نشوف المحردين الأساسين إحنا معنا مكلمة بتقولوا لي أنا أسف أخ سعيد أهلا بيك سعيد تفضل مرحبا أختي أماني أهلا بيك أخ سعيد إزايك؟ الحمد لله نشكر الرب عندي تعليق تفضل بالنسبة للخلافة التي يريدون تطبيقها المسلمون الخلافة عندهم يعني هي التخلف هي الرجوع للقرن ما قبل 1400 سنة أيو الخلافة هي التخلف يعني أن كل الدول العالم تبني لشعوبها مستقبل أيو وتبني لهم حياة جميلة لكن أصحاب الخلافة يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم يا سداني يا سعيد الوصف اللي أنت بتقوله الخلافة هي التخلف دي نعمله إحنا شعار يعني اعمله هاشتاج يا سعيد نعم الخلافة تخلف نعم هذه هي الحقيقة الخلافة هي التخلف ماذا 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 سؤالي للمسلمين ماذا ماذا سنستفيد من هذه الخلافة مزبوط هل الخلافة هل الخلافة ستنقودكم من الفقر والتخلف والهجرة والناس تموت في البحر من كثرة الفقر والتشرد ماذا سنستفيد من الخلافة والسؤال يا سعيد والسؤال لكل المشاهدين هل يرضى عامة المسلمين أن يعودوا إلى شكل هذه الحياة البشع الشرير اللي كله يبنى على جسس الناس أنا بشكرك يا سعيد وانت اتصلت بيه الأسبوع اللي فات مش كده نعم اتصلت بيه ولكن ما كنت كنت سكر الهاتف آه أوكي ما كلمتين يا أوكي بعد سعيد تاني سعيد معلش أوكي سأنتظر مكالمتك آمين أوكي شكرا يا سعيد أوكي يا لا مع السلام مع السلام طيب خلينا نشوف بقى المحردين الأساسيين بيعلموا النسي تفضل إن الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأعطاهم حكم الردة كانوا يصلون ويصومون وماذا تغني الصلاة والصيام عن العبد إذا نقض أصل التوحيد وإن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قاتل أقواما بل وكفرهم وهم يصلون ويصومون ولقد كان ابن غنام وهو أحد تلامذة محمد بن عبد الوهاب يؤرخ الأحداث في ذلك العصر في كتابه تاريخ نجد يصف المعارك بأنها كانت بين المشركين والمسلمين وأن المسلمين انتصروا على المشركين وغنموا أموالهم وما كان أولئك إلا مصلين الصائمين ولقد كان آنذاك أناس لا يوافقون أقوامهم فيما هم عليه من الشرك لكنهم يقاتلون معهم ضد دعوة التوحيد فافتى محمد بن عبد الوهاب بردتهم عن الإسلام ولعلم فقد كان كثير من علماء السوء في عصر محمد بن عبد الوهاب يحاربونه أشد الحرب أنتوا لاحظتوا أنه في خلال الفيديو ذات كم مرة قال بيصلوا بيصوموا بس كفار بيصلوا بيصوموا بس منافقين بيصلوا بيصوموا بس دمهم حلال بيقولك ماذا تفيد الصلاة إذا تركوا أصل التوحيد ويروح قال إيه بس خلوا بالك من حتة أصل التوحيد دي يذكر بقى أبو بكر اللي قاتل من أجل المال أبو بكر لم يقاتل من أجل أصل التوحيد ولكنه قاتل من أجل اللي ادعى أنه هو زكاه احتجزوها عنه وهو يقول أصل التوحيد فين أصل التوحيد في اللي استشهدك بأبو بكر يستشد بمحمد بن عبد الوهاب ويعني قاتل وكفر أقوامه هما برضو بيصلوا وبيصوموا وجي اللي بعده اللي هو ابن غنام ده سماهم مشركين برضو اللي بيسمع مش فاهم بس انت سامع مشركين وتكفير وسواب وواجب وفرض ومكتوب عليهم ولازم يعملوا كده والدفاع عن الإسلام وانك تنتهي من وجودة المشركين والمنافقين والمش عارف ايه لو سمحت انت عارف قصل التوحيد ايه انت عارف الناس اللي بتتهم انها حتى وهم بيصلوا وبيصوموا كفار دول يبقوا كفار حقيقي ولا لا اذا كان الاصهر ما كفرش داعش انتو بتقتلوهم على اي اساس محدش عارف مين بيقتل مين خلينا نسمع الشيخ اللي بعد كده وهو بيقول انه بئس الدين دين هؤلاء الناس فبئس الدين الذي جمع بين توحيد السنة وشرك الرافضة وضم تحت قبته المترضين عن الصحابة الكرام والمتقربين بلعنهم وبغضهم وتآخى فيه المبرئون لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها والقالفون لها المفترون عليها فحتى الرافضة المشركون الذين كانت بالامس تصدر الفتاوى تلو الفتاوى في تكفيرهم وفضحهم وبيان شركهم صار اليوم شركاء أصحاب العقيدة السمحة في تمثيل المسلمين في المؤتمرات التي تعقد للتقارب بين الأديان فهل اهتدى الرافضة المشركون أم ضللتم يا دعاة التقارب وأنصارهم فلطالما وقف العلماء الصادقون في وجه دعوات التقريب بين السنة والشيعة على فكرة معظم المسلمين ما يعرفوش الفرق بين الشيعة والسنة معظم المسلمين ما يعرفوش النزاع الحقيقي بين الشيعة والسنة أو الاختلاف العقدي بين الشيعة والسنة معظم المسلمين ما يعرفوش العامة ما يعرفوش الإنسان اللي غير مهتم ما يعرفش بس يعرف أنه يطلع يجيب الراجل اللي هو اللي كانوا 3-4 شيعة في مصر ده ويسحلوا ويحرقوا جثته ويبهدلوا وهما ما هماش عارفين أصلا أنت إيمانك إيه أنت مختلف عني في إيه أنت بس شيعة فكرهك ده بس الشيعة والسنة ما بالك الباقي بقى دول الناس دي مش مختلفين على أصل إيماني لكن أشخاص وطرق هنا ما تقدرش تقول بقى ما ينفعش نرجع نقول إيه مهس الإسلام قالك لكم دينكم ولا يا دين هتقوله إزاي وده واحد بيقولك ما ينفعش أنك تعمل مؤتمرات وحلول سلمية عشان تحل مشاكل بين الناس يعرفوا يعيشوا في مجتمع مع بعض إذا كنتوا بتعملوا كده مع بعض مال بتعملوا إيه في المسيحيين واليهود ما ينفعش أنك تعمل مؤتمرات عشان تتفاهم وتفهم فكر الآخر أو تعمل حديث خلينا نقول إن دول دواعش دول قعدة دول كذا دول أي قطاع من أو أي مجموعة من المجميع المنتشر هدلوقت ستميهم زي ما تسميهم دول الخارجين عن الأصل الإسلامي وأنا بقول إن ده مش في الإسلام مش كده وعايشين برة مع إن أنا بقول لكم إن هما موجودين جوا خلينا نسمع بقى من اللي عايشين في وسطكم بيدينوا الدواعش في المحكمة ويطلع على الفيديو يقول حاجة تانية نشوف الفيديو اللي جاي الله بالله العلي العظيم افتحوا معسكرات للتدريب افتحوا معسكرات للتطوع لشباب الأمة وورب الكعبة تستطيعون بهذه المعسكرات أن تقلبوا الموازين كلها سترون العجب العجاب فلينادي العلماء في الأمة بالضمام شباب الأمة في هذه المعسكرات المنظمة أقول المنظمة أنا لا أهرف بما لا أعرف هو لا يهرف بما لا يعرف هو عارف قوي هو بيهرف بإيه انت بتهرف برضو بيقولك احملوا معسكرات اعملوا دربوا الشباب هم عملوا وبيعملوا دول المحردين الأساسيين اللي موجودين جزء منهم ساعة الجد يرجع تاني مكة بسرعة لا حضرت القاضي أنا ما عملتش حاجة أنا ما قلتش فين أنا لم أقول لا داعش لا غلط داعش وحش وحشين كخ كخ دي كلمة مصري على فكرة قديمة إنما إمتى يبقوا كويسين على قناة الرحمة لما كانوا الإخوان لسه موجودين دلوقتي بقى إيه نرجع تاني نقعد في مكة ونتغطى باللحاف ونستنى أول ما يطلع علينا واحد كده دا عدوش صغير دا عيشي كده لطيف يعمل ثورة في البلد يروحوا طالعين تاني بقى كله يقب كله يطلع من تحت اللحاف أنا الأوان إن الأفكار دي تخرج من القلوب الناس اللي فاكرين إن هم قاعدين بيعدوا لعمل صالح دول بيعدوا لجحيم قادم جحيم مستمد من فكر يعني لم نرى إن هؤلاء عملوا شيء يعين الناس اللي هم حرضوهم واستقطبوهم بل بالعكس الناس اللي كانوا تحت أيدي الدواعش وبيشتغلوا معاهم هم أكتر الناس تأزوا لأنهم فقدوا حياتهم فقدوا عائلاتهم كل دا فيعني فقدنا شباب كتير بيستقطبوا الشباب عشان يعني يبقى سهل إنه تمحى أفكارهم ما دول عندهم ثقافة ولا عندهم دراسة علم علشان يخليهم مداركهم توسع مثلا ما عندهمش الكلام ده البنات والشباب الصغيرين اللي كانوا في وقت الداعش عمالين يروحوا يمشوا مع الدواعش حصلهم إيه أين هم الآن بقوا يعني يا إما ماتوا هم وعيالهم وجوازهم اللي طبعا تعدد الأزواج اللي مروا على البنات دول يا إما ماتوا يا إما مرمين في معسكرات هم وعيالهم بلا مستقبل حتى بلادهم مش عايز تاخدها الفكر ده أصله إيه خلينا نشوف الفيديو الأخير يا رسول الله أذال الناس الخير أي أذلوها وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة شفتوا الأصل فين بقى الفيديو ده اتختم بأصل التحريد اللي هو من أين أتى ده إصرار محمد أن القتال إلى يوم القيامة وحتى يأتي مش عارف إيه ونواصيه مش عارف إيه وتهديد مفيش مفر محمد نفسه رفض التقاعد عن القتال ليه؟ لأنه مصدر رزقه وبقى الآن أيضا مصدر رزق هؤلاء فييجي بقى نرجع تاني نشوف الصورة بتاعت جيل التمهيد وجيل التمكين أطفال أبرياء شوف الصورة اللي هنا أطفال أبرياء ملهمش دعو حطوهم في المعسكرات لكن يمكن إنت تفتكر إن ده بعيد عن بيتك لكن البزور في بيتك لأن فيه ناس بتسمع كل الصغيرين اللي استجابوا لدول استجابوا وهم في بيوتهم اللي كانوا من من تركيا من إنجلترا من معرفش منين تونس السعودية كل دول كانوا في بيتهم البزور موجودة في البيت يجب أن ننظر إذا كان اللي في إيدينا ده كلام إله حقيقي ولا لأ إذا كان هذا التحريد يصدر عن قلب إله إحنا إزاي نقدر نتبع هذا الإله خليني أكلمكم عن الله الحقيقي اللي يعدك بتغيير حياتك بصورة حقيقية المسيح اللي قال كده إنه إيمانك لازم يغيرك ولازم يكون له ثمار وإنه أول حاجة مطلوبة منك الله بيطلوبها منك إنك تحب الله من كل قلبك ومن كل نفسك وتحب خريبك كنفسك وتدافع عن المظلوم وإنك تغفر للي بيخطئ في حقك وإنك تصلي من أجل اللي بيلعنوك وإنك تبني في المجتمع وإنه كل ما يعمل لازم يكون للبناء وإنه على قدر تاقدكم سالموا جميع الناس وإنه الرسالة الأخيرة الأخيرة إن من معطي الحياة يسوع المسيح نفسه النهاردة بيقولك أنت تستطيع إنك تأتي إلي تعالى إلي بكل أحمالك فأغير حياتك بالكامل لأن أنا قادم مرة أخرى المجيء التاني للمسيح سيأتي ليخلص ويأتي ليودين أنا بصلي إنه الله يضع سمار محبة وخلاص في قلوب الجميع أمين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة